السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة منوعات وابتكارات يمني توربينات الرياح العمودية وتوربينات الرياح الافقية هي نوعان مختلفان من توربينات الرياح التي تستخدم لتحويل طاقة الرياح الى طاقة كهربائية ساقوم بشرح كل نوع منها ومكوناتها بشكل مفصل واحد نقطة توربينات الرياح العمودية تتميز توربينات الرياح العمودية بانها تحتوي على ريش عمودية تدور حول محور عمودي وهذا يعني ان الريح يتأثر بشكل متساوين بغض النظر عن اتجاهها مما يجعلها قوية في الرياح العصفة واماكن الرياح غير المنتظمة تتألف توربينات الرياح العمودية عادة من قسمين رئيسيين المحور والريش المحور يتكون من الهيكل الميكانيكي الذي يدعم الريش ويسمح لها بالدوران بسلاسة وعادة ما يحتوي المحور على محامل للتحمل لتقليل الاحتكاك الريش يعمل الريش على استخلاص الطاقة الحركية من الرياح وتحويلها الى طاقة دوران للتوربينا قد تكون الريش مصنوعة من مواد مثل الالومنيوم او البلاستيك المقوى بالالياف الزجاجية او الكربون تعتبر توربينات الرياح العمودية مناسبة للاستخدام في المناطق الحضرية حيث تكون الرياح غير منتظمة وتتجاوز بناء المباني القريبة كما انها تعتبر اكثر امانا للطيور وتتطلب اقل صيانة من توربينات الرياح الافقية اثنان نقطة توربينات الرياح الافقية تتميز توربينات الرياح الافقية بانها تحتوي على ريش افقية تدور حول محور افقي وهذا يعني انها اكثر كفاءة في الرياح ذات الاتجاه المنطظم والمستمر تتألف توربينات الرياح الافقية من عدة مكونات رئيسية المحور يحتوي على محرك كهربائي لتحويل حركة الدوران الى طاقة كهربائية وعادة ما يكون المحور في الجزء العلوي من البرج الذي يدعم التوربينا الريش يمكن ان تكون الريش في توربينات الرياح الافقية مصنوعة من الالومونيوم او البلاستيك او الكربون المقوى بالالياف الزجاجية وتعمل الريش على استخلاص الطاقة الحركية من الرياح وتحويلها الى طاقة دوران للتوربينا البرج يعمل للبرج على دعم التوربينات في الارتفاع وضمان استقرارها وعادة ما يتم بناء البرج من مواد مثل الصلب او الخرسانة النظام الكهربائي يشتمل على المحولات والاسلاك الكهربائية والمتحكمات اللازمة لتحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربائية وتوجيهها الى الشبكة الكهربائية المحلية تقدر الاشارة الى ان هذه هي المكونات الاساسية لكل نوع من توربينات الرياح وقد تختلف بعض الاجزاء والتصميمات الدقيقة حسب الشركة المصنعة والنموذج المحدد كما يمكن ان تتطور التكنولوجيا وتأتي بتحسينات وابتكارات جديدة لزيادة كفاءة توليد الطاقة من الرياح شكرا لكم للاستماع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس شكرا لكم